وعلى إثر ذلك أوقفت بغداد قرارات إقالة جماعية غير قانونية اتخذتها أطراف في مجلس محافظة نينوى بتغيير عدد كبير من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة وشددت على الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن آليات تغيير القيادات الإدارية وفقا للقانون والتعليمات وفي كتاب تضمن توبيخا شديدا وجهت الهائة العليا للتنسيق بين المحافظات مجلس محافظة نينوى بإيقاف قراراته عدة إياها مخالفة للقانون ولم يسبقها أي تقييم للمسؤولين المراد استبدالهم لمعرفة حقيقة كفاءتهم وأكدت الهيئة في كتابها أن أصل عملية الاستجواب والإقالة يتم لشاغل المنصب بصورة منفردة وبجلسات تخصص لهذا الغرض وأن السياقات التي فرضها القانون لا تسمح باتخاذ قرارات جماعية بالإقالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر